يعطيكم العافية معكم عاصم البشتاوي من فريق الكست ان شاء الله اليوم اه رح نبلش بالسؤال التاني من شابتر ايت احنا بلشنا باول سؤال اخذناه باول فيديو من شابتر ايت تاني سؤال اخذناه اه تاني سؤال كان على شابتر فور اخذناه بتاني فيديو اهدوك اهم سؤالين لأول شابتر لأول شابتر هم ايت فور هس رح نكمل باقي الاسئلة على شابتر ايت سؤال اللي عنا ايش بحكي لنا بحكي لي consider a three byte instruction located at located at address 3000 one byte is used for operation code and the other two bytes represent the address field معطيني اكتر من موطة the address field contain the value 28 the register number 28 has the value 450 the memory location with address field has the value 700 the index register contain the value 250 the base register contain the value 300 ايش بحكي لي ايش بده find the effective address of the operant for each of the following addressing mood. اه بده هدول اللي اتناشر معطى طبعا اخر اه عشر هدول اتناشر اه اتناشر مطلوب اخر اخر مطلوب هو حالة خاصة اه رح نشرح عنها. اه السؤال طبعا هيو هيك بيجيكو السؤال كامل. وهسا احنا رح نبلش بالحل اذ بتكتو تعملولو هيك سكرينشوت حتى اه ما تتخربطوا لقدام بالحل. اه بس لازم نطلع اكتر من شغلة من السؤال. اه اول شغلة لازم نطلحها من السؤال هي اه من معطيات السؤال هي البروغرام كاونتر. هاي شغلات رح نستخدمها هسا بالحل فلازم نطلحهم هسا رح يسحل علينا كتير الحل قدام. اه اول اش البروغرام كاونتر معطينا انه بيأشر تلات تلاف وثلات. حال من وين جبناها تلات تلاف وثلات? حكالي الانستركشن لوكيتد ات ادرس تلات تلاف. تلات تلاف منزيد عليها طول الانستركشن اللي هي ثري بايت تلات تلاف زائد ثري تلات تلاف وثلات. بعطيني قديش? بعطيني البروغرام كاونتر واللي بيسهوي ثلات تلاف وثلات. اه الاشي التاني هو الابريشن كود. حكالي الابريشن كود بالسؤال هو وان بايت. وان بايت is used for الابريشن كود. اللي هو الاب كود. كيفا الابريشن كود موقعه باول بايت اللي هو ثلات تلاف. اما الادرس فيلد ما خد to by حسب السؤال. تحكيلي بالسؤال هو اه. ذا اثار تو بايت. ربريزنت the addressphield. کے احنا عنا الادرس 103 تلات للبروغرام كاونتر. تلات تلات تلاف للأوبريشن كود. ضل عنا الادرس فيلد اللي هو اللي هو التو بايت تلات تلاف واحد ثلاث تلاف والاثنين. بلشوا باول من السؤال بده الimediate address. اه دعم الimediate address بساوي address field. احنا عنا هساب معطيات السؤال اه تلات تلاف واحد. طب احنا ليش اخدنا هون بس تلات تلاف واحد. ليش ما اخدنا التلات تلاف واثنين? احنا ال adalahse field لانه تو بايت. فليش اخدنا بس تلات تلاف واحد. اه مناخد احنا بس بداية الادرس تمام? فاخدنا الادرس field ناخد اول بايت منه اللي هو التلات تلاف واحد بس. تمام وهو اللي بساوي الـ Immediate Address. طب لو بحكى لي بده الـ Immediate. الـ Immediate بساوي الـ Operant او الـ Value of Address field. اللي جوه الـ Address field. قديش إحنا عنا الـ Value اللي جوه الـ Address field. الـ Address field contain the value 28. فالجواب رح يكون إحنا عنا قديش 28. ولازم تفرقوا بشغلتين اللي هم الـ Operation code و الوبراند. الوبراشن كود هذا الاساسي للسؤال الرئيسي. اما الوبراند لكل معطى لدينا اوبراند خاص فيه. الفرع الثاني ايش بحكي ده؟ رجيستر ادريسنج مود. رجيستر ادريسنج مود بيساوي رجيستر نمبر. وهذا ما عطينا اياه بالسؤال. بساوي 28. لا رجيستر نمبر انا عندي بالسؤال 28. ثالث فرع. ثالث فرع شو بحكيلي. بساوي ايش بساوي احنا عنا؟ بساوي الادرس اوبراند. واللي بساوي اربعمية وخمسين. كيف هي صارت؟ كيف الادرس اوبراند بساوي اربعمية وخمسين. احنا عنا اول اشي الادرس فيلد جوا الريجيستر نمبر. وجوا الريجيستر نمبر الادرس اوبراند اللي بتساوي اربعمية وخمسين اللي موجودة عنا بالسؤال هايها. الريجيستر نمبر ثمانية وعشرين. هاس دافاليو اربعمية وخمسين اللي هي هاي هي الادرس اوبراند. سؤال فرعة اربعة دايركت ادرس ينمود. دايركت ادرس ينمود بساوي هاي داييركت ادرس ادرس نم siguienteن وقشين اللي تساوي احنا عنا ١٧. الادرس نمي میموري لوك شين Theوي mis address . فهو بساوي الادرس المموري لوكيشن. الفرع الخامس بيساوي الفاليو اف مموري لوكيشن واللي بتساوي احنا عنا سبعمية. احنا عنا الفاليو اف مموري لوكيشن بتساوي احنا عنا سبعمية. فيه شغلة بس لازم نحكيها اخر سؤالين اخر فرعين لهم اربعة وخمسة. انو ما ذكر انا عندي دايركت رجيستر او ان دايركت رجيستر. تمام? حكيالي بس دايركت ادرس كمود او ان دايركت ادرس كمود. فهو بكون اصدع عن المموري لوكيشن ما بكون اصدع عن الرجيستر. فما منطلع على معطيات الرجيستر. نطلع على معطيات المموري. سؤال ستة او فرع ستة. الانديكس ادرس كمود بساوي الفاليو او او انديكس. طبعا من اسمه انديكس. ما زائت احنا عيننا الالو انديكس رجيستر زائت او بيراند او ادرس فيل. فمئتان وخمسين اللي هي الانديكس اللي معطيني اياها بالسؤال. فيحكي لي بسؤال انديكس رجيستر كنتين ذا فالو متانو خمسين. فالمتانو خمسين زائت ذا ادرس الادرس فيل دا فاليو تماني وعشرين الو اللي بصير احنا يعني 28 زائد 250 بساوي 278. انتو بس تبقوا على القانون هاته. السؤال السابع. الفرع السابع Program Counter Relative. الProgram Counter اللي طلعناه قبل شوية فوق كان 3.3.3. زائد الOperant of Address Field. الOperant of Address Field بساوي أنا عندي 28. طبعا من كلمة Relative. 28 زائد 3.3.3 بساوي 3.3.1. أكيد طبعا هون بس تبقوا على القانون. ثرعة الثامن. Index Based Relative Addressing Mode. الIndex Register احنا عنا اياه قبل شوية حكينا عنه 250. والBase معطيني اياه السؤال بآخر معطى. معطيني اياه TheBase Register Contain the Value 300. فأنا عندي 250 زائد 300 زائد Displacement. هي نفسها القيم المخزن جوه الAddress Field. تمام؟ قيمة الOperant اللي هي 28. 28 زائد 300 زائد 250 بساوي 578. تسعة. Absolute Addressing Mode بساوي 28. ايه Absolute Addressing Mode هو نفسه Direct Addressing Mode اللي طلعناه قبل شوي. فاللي قيمته كانت اصلا Direct Addressing Mode كانت قيمة 28. فرح يكون الAbsulute Addressing Mode نفس الاشي. عشرة Base Relative Addressing Base. الBase Relative Addressing تمام؟ بساوي الBase Value زائد الOperant of Address Field. فأنا عندي الBase Value طلعناها بلشوي اللي هي 300. وزائد الOperant of Address Field اللي هي 28. ف28 زائد 300 بساوي عنا 328. الIndex فرح داش. Index Program Counter Relative فأنا عندي Index زائد الIndex اللي هي 250 زائد الProgram Counter اللي هي 3003 زائد الDisplacement طبعا من كلمة Relative اللي هي 28. 28 زائد 3003 زائد 250 بساوي عنا 328. اخر حالة اللي هي فرعة 12 وهي حالة خاصة فقط لRegister Indirect. الانتقال بساوي عنا 328. حالة الخاصة هاي تعمل بوست انكريمانت أو بري انكريمانت أو بري دي كريمانت. فإحنا عنا الريجستر اندائريكت أصلا كان قديش تمته؟ 450. فالبوست انكريمانت رح يكون 450. اللي بري انكريمانت 451. واللي بري دي كريمانت 449. وأربعين أتوقع هيك إحنا أنهينا الـ 12 فرع هي السؤال كامل إذا بحبين تعملوا سكرينشوت نجد عليهم شوي شوي بحبين تعملوا هيك سكرينشوت بس لازم يتركزوا على آخر أفرع إنه هي عادة اللي بتيجي من فرع 7 لفرع 12 يعطيكم العافية اشتركوا في القناة